هل تبحث عن طريقة سحرية تمكنك من خسارة وزنك الزائد وحرق الدهون بطريقة سريعة؟ نخبرك بأن هناك مجموعة من الزيوت عليك استخدامها من أجل تسريع عملة الحرق خلال اتباع الحمية الغذائية فهذه الزيوت الطابعية لا تساعد فقط في إنقاس الوزن وإنما أيضا علاج الكثير من المشكلة الصحية مثل جفاف الجلد وتسقط الشعر كما يمكن استخدامها في تقفيف الاتهابات يتمتع الليمون بخصائص حرق للدهون وينتبق هذا على زيت الليمون أيضا والذي يعتبر من أفضل الزيوت للتخلص من الوزن السائد ويرجع ذلك لأن زيت الليمون يساعد لإزالة السمو من الجسم وبالتالي تنشيط وزيادة مستوية الطاقة وتحسين الهضم بالإضافة إلى تعزيز عمل التمثيل الغذائي التي تزيد حرق الدهون كما أنه يساعد في علاج التهاب المفاصل الذي يعيق ممارسة الرياضة وطريقة تناوله تكون من خلال خلط ملعقة صغيرة منها في كوم من الماء الذافئ وشربه كل يوم صباحا على الريق يدعم زيت الغريفورد تحطيم الضهون في الجسم عن طريق تنشيط الأنزيمات كما أنه يحتوي على مراكبة قوية تدعم عملية الأيضاء وتطهير الغدد اللنفوية مما يسمح لها بحمل الأنصر الغذائية إلى الأنسجة وللحصول على فوائد الزيت الغريفورد يتم تدليك البطن به للمساعدة في تقليل الضهون كما يمكن استخدامه للحد من الشعور بالجوع وذلك عن طريق إضافة قطرتين إلى كومن الماء وتناوله أو وضع قطرتين على المعصمين أو الصدر يساعد زيت الزنجبيل في تعزيز عملة الهضمة وتقليل التهابات وتخفيف الرغبة الشديدة في تناول السكرة كما يعمل هذا الزيت على حرق الضهون وزيادة تمتيل الغذاء بالجسم ويعد مدير طبيعي للبولة ويقلل من احتباس السوائل بذاخل الجسم وللاستفادة منه نقوم بإضافة من 5 إلى 10 قطرات من زيت الزنجبيل العطري للمشروبات والوجبات على مضار اليوم ومن الممكن أيضا إضافة نفس الكيميا لكومن الماء الذافع وتناوله على معي ذخاوية صباحا تستخدم القرفة في تنظيم مستوى السكر في الذام والأنسولين وبموازنة نسبة السكر في الذام ويمكن أن يقلل زيت القرفة من الرغبة الشديدة في تناول السكرة والإفراط في تناول الطعام كما أنه يقلل من الشعور بالتعب والإجهاد النفسي وللاستخدام زيت القرفة يتم إضافة 5 قطرات منه إلى ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ووضعه على المعصمين أو البطن أو إضافة 5 قطرات منه للقهوة بالصباح يزيد زيت جوز الهند من الشعور بالإمتلاء ويعزز تنظيم الشهية كذلك يقلل من الالتهابات ويزيد من مستوى الكولجسيرول الجيد في الذام ويرفع حساسية الأنسولين ولتحفيز حرق الدهن ينصح بإضافة القليل من زيت جوز الهند إلى الطعام يوميا أو تناول ملعقة صغيرة منها على الرغم من أن صعراته الحرارية ليست قليلة ولكن يمكن أن يساعد زيت الزيتون في التخلص من الوزن الزائذة وذلك لأنه من الدهن الصحية التي تؤدي للشعور بالشباة عند تناول القليل منها مما يضمن عدم الإفراط في تناول الطعام ويمكن إضافة ملعقة من زيت الزيتون إلى طعامك يساعد زيت اللفندر أو الخزامة في زيادة الشعور بالإسرخاء وتخفيف التوتر وعلاج طيربات النوم وهي أمور هامة لزيادة حرق الدهون في الجسم وذلك لأن التوتر يؤثر على الهرمونات بالسلبة وبالتالي يعيق عملية الحرقة كما أن صعوبة النوم ليلا يمكن أن تسبب زيادة الوزن وذلك نتيجة زيادة إفراز هرمون الجوع وتناول المزيد من الأطعمة أما في حال استنشاق زيت اللفندر فإنه سوف يساعد للنوم سريعا وللحصول على نتيجة فاعلة ينصح بوضع ثلاث قطرات من زيت اللفندر على المعصمين والرقبة من الخلف قبل وقت النوم يتسن زيت النانع برائحته القوية التي تساعد في الحد من الشهية وزيادة الشعور بالشبا وينصح باستنشاقه كل ساعتين لتقليل الشعور بالجوع وللمزيد من الفائدة يمكن خلط زيت النانع مع بعض الزيت الأخرى للسنشاقها ومنها زيت الليمون وإلى هنا مشاهدين الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء